المجهول هو المراهقة لأن المراهقة فيها طفرة فسيولوجية المراهق دائماً عندها طفرة ويحاول يجرب ويحاول يعمل وكذا فبالتالي عملنا لحملة إن شلون الأباء يتعاملون مع المراهق لأن بعض الأباء الصراحة يسيء للمراهق وهو قد هو السبب في انحراف المراهق فالمراهق يبيتعامل المراهق عنده مفاتيح خمسة حب المراهق حاول المراهق ثق بالمراهق شجع المراهق اسمع المراهق إذا عملت هذه المبادئ تكسب المراهق يقولك أحسن شي حق المراهق العصة لا هذا طبعا الاسلوب احنا تربينا على العصة ترى العصة مو بالطريقة صراحة لا يعني ممكن يسبب خوف بس ترى يسبب آلام وعنات وعنات ممكن يسبب ممكن يعاني دبو ويروح يسوي شيء اللي كان يمنع عمل له ولكن يعني التوعية ليش احنا دائما نقول التوعية التوعية لأن فعلا التوعية محتاجها الأد ومحتاجها الطالب ومحتاجها المربي يعني إذا احنا شوف تعاملنا كلنا كأسرة كمجتمع لأن هي أول شي قضية المخدرات قضية مجتمعية ما حصل صراحة يقول هذه قضيتي لا قضية المجتمع ككل ودائما نقول المجتمع هو مسؤول مو مسؤول آنا والسين وصاد لأ احنا بينا تعاون تنسيق مشكلتنا بالكويت هو فقدان التنسيق ما عندنا نتنسيق كل واحد يعمل كل جزر مستقلة كل واحد يعمل من عزل عن آخر فهذا مشكلتنا هذا وجهناه أنا دكتور أحمد تعبنا من هالكلام تعبنا من هالكلام وياما تعبنا من أمور وايدة مو بسبب الكلام زين دكتور أحمد موضوع هل لدينا قوانين رادعة بس لك سؤاله بتجاونه بكل صراحة الآن نشوف يعني ولا هو طعنهم في الغضاء أبدا لكن نلاحظ أن هناك فيه ثغرات في القانون يعني نلاحظ أن التاج المخدرات عندما يقبض عليه إعدام إعدام براءة نتيجة أخطاء قانونية في القبض على تجار المخدرات ويستغلونها للأسف بعض المحامين لهم الأسف المفروض يحمل المجتمع الكويتي هل تعتقد أن قوانيننا تحتاج إلى تشريعات جديدة المفروض مجلس الأمة أو نواب المجلس الأمة يتقدمون فيها؟ لا بصراحة قوانين رادعة قوانين أنا يايب القانون معي تفضل قوانين رادعة من ناحية العقوبة والجزاء وأيضا طريقة الخروج من هذه المشكلة مواد القانون واضحة طبعا يصل إلى الإعدام للمتاجر تاجر تاجر ثبت عليه ذلك إعدام أيضا تقول لي والله المحامي طلع براءة نعم المحامي وظيفته أنه يحمي أن يدافع أنا المتهم المشكلة في الأخطاء التي تحصل يجب أن لا تحصل من شخص يحاول أن نبه عليها مثلا اللي نفذون القانون يجب أن لا يخطئون مثل الأخطاء وحيانا يعني القضاء ما يطلع براءة ويعرف أنه كذا إلا أنه عند شك أن اتهام هذا الشخص فيه علامة استفهام مثلا يعني مثل بسيط باعتبار رجل قانون من الإجراءات التي يمكن أن تبطل كل شيء أن القاء القبض أو اتهام شخص عنده كذا بدون أخذ إذن في تفتيشه إذا تركنا الأمر أنه مثلا المباحث تفتش أي واحد أي سيارة بدون السلطة القضائية وتعاون السلطة القضائية في هذا المجال بدون وجود شيء معين نعتقد أنه رح يتم الاعتداء على حريات الناس واتهام الناس بالباطل لذلك القضاء القضاء أنا أعتقد لمن يصل إلى حكم البراءة واصل إلى قناعة أن هذه الإجراءات تمت بدون من يوصل لها المعلومات المحامي طبعا والمفروض أن الجزء الأمنية تعي أن أي خطأ في الإجراءات قد يستغل في عملية لصالح تاجر المخدرات نفس السؤال هل نحتاج لتشريعات ولا نتكفي مثل ما قال والله هو تعديل لتشريعات صراحة تعديل في بعض القوانين دكتور رحمد يقول لازم نقول صراحة نغلض العقوبة يعني فيه لازم نغلض العقوبة أكثر من الإعدام المشكلة دكتور أن الإعدام أحيانا ما يطبق خلك ما تطبق هذا تنفيذ هذا تنفيذ للعقوبة العقوبة موجودة عند كم نص يعدم أيضا بالنسبة للعود والكذا قاعد يشدد العقوبة العقوبات أنا ما تهمني العقوبات موجودة والمهم تنفيذها التنفيذ مو بالقانون حلو مو بالقانون وصح أنا معاك يعني بس أحيانا يعني إحنا فيه ناس ما يحتاجون إلى محاكمة ولا تحولهم للنيابة شون حاكم المذارة لا أنت واحد الآن تمسك بطنه بعض الكبسولات اللي فيها مخدرات جاءت لنا هبه هذا يحتاج لني أودين للنيابة عشان يدافع عنه محامي بس إحنا دولة مؤسسات حتى لو دولة مؤسسات يعني إحنا دولة مؤسسات أوكي بس هذا بعضهم يروح ويطلع براعة على أي أساس بس من يقول من يقول إنه هو أحيان بالك بس إحنا نحتكم ومسكوه بالعين المجرد يعني بس إحنا نحتكم للقضاء من يقول نحنا نحتكم للقضاء نفسه نحتكم للقضاء ما يجب تم القبض عليه وتم حالة الجزة الداخلية والنيابة والقضاء والقاضي في النهاية القضاء الكويت النزيل راح يحكم في القضاء إذا كان بريء ولا يعدم يعني الحين أنا أصطاد في مخدرات أو بطن شيء نزيل اشتبني أسوي يعني أعدمه في نفس المكان هم ما يجوز بعد ما إحنا دولة يعني لا ما يخالف يعني هذا طبعا هو أخطى ليش أنا ما أنا ما جيت مني والطريج أنا هو إنسان بالع شنو بالع بالع مخدرات أنت الآن قاعد تخرب بلدي أنت قاعد تدمر البلد فعندما تدمر أنا أرحمك لا ما أرحمك إذا شو شو أنت ما رحمت خلنا أقول أنت بتقتل أبناء البلد إذا خلنا أفترض ما يخالف خلني أفترض دكتور قاعد يبلعون وينزلونهم بعد يعني أنا على افترض يحكم ومش على الدقيقة طبعا القاضي هو يحكم أه 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 على افترض على افترض أنا صدت هذا الشخص الآن في المطار وعزك الله وبعض وكذلك حتى الصعاد كلهم قاعد يضون عندنا بالمخدرات هذه صدنا معه بيضة شو نسوي أعدمه به المكان ولا ألجأ للقضاء أنت تقول أنا معاتي للقضاء بس القضاء شو اللي تبتاك هو المفترض مثل هذه النوعيات يعني أنت مسكت بالجنون المشهود ليش أحاكم أنا ليش لأن تدري الحين معظم الناس اللي تاجرون بالمخدرات يقول أني أجل الكويت أسهل مما أروح لأي دولة ثانية أي الكويت أسهل أي شون يقول يقول أنا ممكن أطلع براعة ممكن أطلع براعة يستغلون الإجراءات طبعا هل تقصد تسريع عنده محامين شاطرين يعني أنت بتقول تسريع إجراءات المقاضاء لكل تجار المخدرات طبعا أنا صراحة أطالب بمحكمة للمخدرات مختصة بالمخدرات محكمة إدارية نعم بعيد عن الجناية نعم إزيل خلس معمل بمشهد شو رايك بالكلام أعتقد إحنا طلبنا من خلال اللجنة وحتى وزير الداخلية معالي وزير الداخلية السابق دكتور جاب الشيخ جابر المبارك طالب بصراحة إنشاء دائرة خاصة لجرائم المخدرات وبروحهم إيه دائرة خاصة مثل ما أكون المرور أو كل كذا أن تكون هناك سرعة الإجراءات سرعة الإجراءات وإلى آخرين المسألة مسألة إجرائية لتكلم عن الدكتور إنما قضاء لا بد من صدور حكم أنا معاه لا بد من الذي يحكم هو القاضي وليس من يقول أن هذا فعلا قام بهذه العملية أو أن هذه الصور اللي أبوها لك هي صحية اللي تأكد القضاء وإذا وصل إلى التأكيد رح يعكم يحكم وفقا لماذا؟ للقانون عند قانون عند مادة وعنده كذا القانون لا يتسامح القاضي لا يتسامح لكن أكو شيء اسمه إجراءات يجب أن تكون الإجراءات صحية ترى أن الإجراءات الحالية بطيئة جدا والله شوف أنا أعتقد أنها بطيئة والسبب كثرة مش بس المخدرات لأنها مخلوطة مخلوطة مع الجنايات الأخرى فكثرة الجنايات على القضاء فيبطئ حقيقة أنا أيضا محامي في عندنا قضايا تجارية والمدنية وحتى الإدارية طويل سنوات حتى حشر سنوات تصل إلى أن تنتقل قضية ما بين محكمة الابتدائية إلى الاستئناف إلى التمييز الجنائي لا سريع نسبيا بالنسبة المدني والتجاري والإداري إلى آخر سريع جدا سريع لكن بالرغم من سرعته إلا أن في بعض النوعيات من الجرائم يجب أن تتم بصورة أكثر سرعة أكثر تجار المخدرات في العنبر السادس وماكلين وشاربين ونايمين عندنا ومرتاحين ويأخذون بدل بعد تعتقد أن إذا أكثر من يعني خلنقول المدمن المدمن ضحية بالضبط المدمن ضحية هناك عقوبات على المدمن هل ترى يعني إلغاء العقوبات على المدمن وأن علاجه أفضل من معاقبتها طبعا أول شيء المدمن ليس مجرم المدمن مريض ويجب علاجه وليس مجرم يجب عقابه إطلاقا لأن المدمن هذا قد يكون ضحية من الضحايا فبالتالي يعني لازم صراحا أنه ما يكون هناك عقوبة عليه إلا بعد ما يتأكد أنه طبعا بالجرم المشهود لا هذا شيء آخر يعني هذا طبعا تقدير القاضي أو تقدير طبعا الناس المعنيين بالأمر ولكن نحن نقول دائما لا نحكم على المدمن بأنه خلاص هذا انتهى هذا مجرم لا هو مريض ويجب علاجه وكثير من الحالات الآن علاجه ورجعوا إلى حالات مطبيعية وتزور لجنة بشار الخير تشوف التائبين شكثرهم يعني هو المستشفيات لمعالجات المدمنين لا هو طبعا عندنا مستشفى احنا أنا قلتك مسارات طب النفسي عندنا لا لا مو طب النفسي مركز مركز ولكن ليس المستشفى لا لا اسمحلي اسمحلي هو يعتبر مستشفى هناك كثير من القضايا اللي يعني يقولك ليس بالمستوى المطلوب يا أبو أحمد إحنا طبعا أنا قلتك المسارات الثلاث مهمة جدا ليش مسار أمني مسار وقائي مسار علاجي حلو احنا قبل عندنا مسارين بس مسار أمني ومسار وقائي علاجي ما كان وطالبنا وطالبنا إلا أن بيت تمويل مشكورا بنى مركز طبعا المركز هذا ترى مستشفى مؤهل تأهيل عالي جدا يعني صراحي بثلاثمية سرير ثلاثمية سرير نعم فبالتالي يعني الحين عندنا صراحة وبعدين أيضا إحنا عندنا تعاون مع الأخوان في المملكة العربية السعودية في جميع المراكز عندهم مراكز الأمل سواء في الدمام أو في الرياضة أو في جدة وزرناها ودكتور أحمد وشيفنا يعني والتالي بيننا وبينهم نوع من التنسيق والتعاون استطاعي للمستشفى يعني يعالج المستشفى يعالج وعندنا صراحة ناس مختصين وعملنا الدراسات فيه بمركز الإدمان نسمع وجهتنا دراك في الموقف أنا طبعا أيضا اتفق مع الدكتور أنه المدمن هو مريض صحي الحقيقة القانون وبأيبكم صوب القانون القانون يعاقب حتى على شخص لم يتعاطى ولا يتعاطى بس قاعد بجلسة من جلسات التعاطي يعني لو كان أحد حاضر بجلسة التعاطي وسمى القبض عليهم القانون يجرمه يجرمه حتى لم يتعاطى حتى لم يتعاطى إذا كان متعاطى أيضا يجرمه لكن أيضا القانون نفسه أعطى مخرج لذلك حلو طبعا نحن نقول دائما ونؤكد أن المتعاطى المدمن هو مريض يجب علاجه وليس وضعه بالسجن القانون أعطى المخرج هذا حلو أعطى المخرج في جانبين جانب أثناء المحاكمة لما يقبضون عليه لما كذا القاضي لما يعرف أن هذه لأول مرة أنه غير ما لا سوابق أنه ممكن أن يودع في المستشفى فيأمر بإيداعه إيداعهم له إجراءات في القانون يودع بأمر المحكمة يعني يعطون المركز يعطون تقرير بأنه تعافى من علته يلا يفرج عنه إذا أعطوا أنه تم شفاء يتم الأفراج عنه ولا تعتبر سابق أهله حتى لا يصدر عليه حكم ما يصدر عليه حكم أصلا من يقدر أن هذا قاضي 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 واحد اثنين في عندنا شيء اسمه شكاوى الإدمان وهذه يعني الآن بدأوا الناس شوي يعنون فيها لأن قعدنا ننشرها نعم قانون يعطي مجال لشكاوى الإدمان شكاوى الإدمان هي شكوى يتقدم فيها يعني لو فرضنا أن المدمن نفسه ما يبيروح المصح ما يبيحالج نفسه والذهلة اللي هو أمه أبوه زوجته كذا أسرته رب عمله رب عمله حتى رئيس مركز العمل ممكن أن يتقدم بشكوى اسمها شكوى الإدمان لمن لنائب العام يقدم شكوى مثلا خلقنا الله يكفينا الشر أن أحد من الواحد من هلا شكوى الإدمان